السلام عليكم مرحبا في فيديو جديد اسمي عبدالغفور في هذا الفيديو سوف أتحدث بالتفصيل بالتفصيل كل المعلومات التي ستحتاجها عن موضوع امتحان قبول فهم؟ وسوف أتحدث في هذا الفيديو عن العديد من النقاط الكبيرة أول شيء الوطائق والزمان وطريقة امتحان سأتحدث عن امتحان قبول الذي يكون إذا ستدرس في نفس الجامعة التي درست فيها السنة التحضيرية وسوف أتحدث عن امتحان قبول إذا ما تريد تدرس سنة تحضيرية في جامعة وتنتقل لتدرس في جامعة أخرى وسأتحدث كذلك حتى الانتقال مثلا لو درست السنة أولى או السنة ثانية يعني في جامعة وتريد انتقال لجامعة أخرى امتحان قبول حول هذا الموضوع كذلك وفي الأخير سأتحدث عن موضوع النصب في هذا المجال فإذا كنت مهتم إذا كنت تدرس في سنة تحضيرية أو لا زل هذه الهدفة تدرس في روسيا فشاهد هذا الفيديو إلى الآخر فسوف أغلق لكم هذا الموضوع بالتفصيل يلا لايك وسبسكرايب ولنبدأ بعد هذا الانترون بسم الله الرحمن الرحيم شوف عندما يكون الطالب يدرس في أثناء السنة التحضيرية كما قلت في الكثير من الفيديوهات أهم شيء أن يحاول أن يتمم جميع الوتائق التي سيحتاجها عندما يدخل للجامعة لماذا في السنة التحضيرية تحتاج الجامعة منك فقط جواز سفر منما في الجامعة تحتاج عندما تريد أن تدخل في التخصص تحتاج جامعة منك وجود العديد من الوتائق بدون هذه الوتائق لن تدخل للجامعة ولن تقبل حتى في امتحان القبول لماذا؟ لأن أول شيء تقوم به الجامعة عندما تقدم لجامعة ما ستقول لك أريني الوتائق شهادة التنوية العامة بيان نقط الترجمات بالنسبة للمغاربة كذلك المعادلة المعادلة مهمة جدا جواز سفر وأن يكون يعني جواز سفر يعني لازالت يعني لازالت انتهاء صراحيته سنتين أو أكثر وترجمت كل هذه الوتائق بالنسبة لبقية البلدان يعني إضافة إلى يعني الطابع ما يسمى بال الأختام مثلا المصريين أو جنسيات أخرى يحتاجون أن تكون في شواهدهم العديد من الأختام هذه أهم خطوة أنك عندما تقدم الجامعة هذه أول شيء سوف تسألك عنه لن تقبلك لكي تجتاز امتحان القبول فهم؟ أول شيء سيطلبون منك الوتائق الموضوع الثاني هو الزمان فهم؟ البداية أغلب الجامعات يعني غالبا السائد هو أن تقديم للجامعات يعني عندما تنتهي السنة عندما تكون تدرش في السنة التحضيرية يفتح يفتح باب تقديم الجامعات تدائما من شهر 6 لا تتأخر لغاية شهر 8 فهمني؟ يعني أرى البعض يتأخرون لغاية شهر 8 ويريدون التقديم للجامعات أغلبية الجامعات لن تقبل ستقول لك أن الوقت تأخر فهم؟ من شهر 6 حتى إذا كنت لازلت لم تنتهي من السنة التحضيرية قدم لهم فهم؟ قدم لهم أرسل لهم تلك الوتائق فهم؟ سوف يسألون لك في الأخير سيقول لك إن هي شهادة السنة التحضيرية قل لهم لدي امتحان بعد 15 يوم سوف أحصل هذه الشهادة وأعطيها لكم لأن تلك الوتائق التي ذكرت لكم في أول فيديو أهم من شهادة السنة التحضيرية طريقة الامتحان شوف أغالبية امتحان القبول في روسيا يكون أونلاين لماذا؟ لأن روسيا كبيرة جدا واسعة جدا فهم؟ من مدينة لمدينة 6 ساعة 8 ساعة 12 ساعة 14 ساعة فهم؟ يعني صعب جدا أن يقول لها تعالى حتى المدينة وعمل امتحان القبول وبعد ذلك يرجع فهم؟ أن كل الجامعات إذا لم تكن في نفس مدينتها أو مثلا تدرش في مدينة وتريد أن تدرش أن تكمل دراستك في مدينة أخرى تعمل امتحان القبول يكون أونلاين أونلاين فقط إلا إذا قررت أن تكمل في نفس جامعة كفاين؟ إذا كنت تدرش في جامعة وستكمل في نفس الجامعة عند ذلك امتحان القبول ستقوم به في جامعة في إحدى غرف أو قاعات الجامعة كما قلت هذا بنسبة لإتمام في نفس الجامعة عندما تشوف نسبة النجاح إذا درست في سنة سنة تحديرية في جامعة وتريد أن تكمل في نفس الجامعة نسبة النجاح في امتحان القبول 99% يكون شكلاني حتى إذا يعني في أغلب الأحيان فاهم؟ حتى إذا لم تنجح فيه يعني يعتبرونك ناجح فاهم؟ يعني مضمون فاهم؟ مضمون 99% حتى الآن 4 سنة في روسيا لم أرى من قبل شخص يعني درس السنة التحديرية في جامعة وعندما أراد أن يكمل في نفس الجامعة يعني سقط في امتحان القبول وكذا فاهم؟ أما من جامعة إلى أخرى تقوم بامتحان القبول فاهم؟ هذا امتحان القبول كذلك شكلاني فاهم؟ ما هي المواد التي ستعدى في امتحان القبول يعني إذا كنت ستدرس باللغة الإنجليزية فاهم؟ ستبدأ في امتحان القبول سيكون امتحان بسيط على اللغة الإنجليزية يرون مسواك في اللغة الإنجليزية ليس مطلوب منك أن تكون واو في اللغة الإنجليزية المهم أن لا تكون صفر إذا كنت مثلا أغلب تخصصات طبية يكون في امتحان القبول مثلا اللغة الإنجليزية والكيمياء والبيولوجيا فاهم؟ هذه الثلاث مواد إذا كنت تريد أن تدرس بإنجليزية إذا كنت تريد أن تدرس بروسيا سيكون في امتحان القبول امتحان لغة روسية وامتحان كيميا وامتحان بيولوجيا أما التخصصات الهندسية وكذا يكون في امتحان القبول لغة روسية رياضيات فيزياء هذا هو السائد نادرا ما تجد جامعات أخرى بعض الجامعات تقوم بإضافة مادة الفيزياء أو شيء من هذا القبيل لكن هذا الذي يقوله الآن هو حوالي 75% هذا هو ما يكون في امتحان القبول وامتحان القبول لا يكون صعب يكون عادي يكون في المتناول المهم منك أن لا تكون صفر في تلك المواد مثلا أنت تريد أن تدرس الطب لا يجب أن تكون صفر في الكيمياء صفر في البيولوجيا لا تعرف أي شيء لأن هناك في الجامعة لن يبدأ لك من الصفر أنت أكيد في التنوية العامة وكذا درست هذه المواد يعني يجب أن تكون لديك معرفة لجهاز العدمي بكذا فهم أمور بسيطة هذا ليس تخصصي كذلك نسبة للرياضيات لا يعقل مثلا أنك تريد أن تدرس مثلا كمبيوتر ساينس لا تستطيع حل معادلة من الدرجة الثانية يعني يجب فقط أن تكون متوسط أو أكثر والنزاح في امتحان القبول كما كنا الغالبية العدمى من الطلبة ينجحون لماذا؟ أن الجامعات نسبة للطلبة الأجانب أنت مصدر دخل للجامعة فهم يعني عندما ترفضك وعندما تسقط في امتحان القبول هي من ضيع الطالب فهم هي من ضيع الطالب سوف تكسب منه على الأقل 2500 دولار في السنة فهم يعني لهذا يعني النجاح في امتحان القبول يكون يسير فقط لا تكون صفر لا تكون فهم يعني كيف سيقبلون شخص يعني لديه السنة التحضيرية ولكن في الامتحان صفر يعني لا يعرف حتى يقول جملة مفيدة في امتحان القبول مثلا بالنسبة للغة الروسية سيقولك مثلا فقط هكذا تحدث لنا عن نفسك فهم اسمك وكذا تحدث لنا عن بلدك فهم تقول يعني قليل يعني خمس دقائق هذا فهم وهذا هو كل شيء لا يكون الأمر صعد بالنسبة للانتقال من جامعة لأخرى مثلا درست السنة الأولى أو سنتين في جامعة تخصص وتريد أن تتقل من جامعة أخرى إلى جامعة أخرى لإتمام دراستك سواء أن كان لديك مشاكل في تلك الجامعة أو تريد تغيير مدينة أو شيء من هذا القبيل هذا من حقك فهم بعض الجامعات وهي قليلة جدا هي من تطلب يعني تعمل لك امتحان قبول عند انتقالك إلى تلك الجامعة فهم ولكن الغالب العظمى أكثر من 90% لا يطلبون لك يطلبون منك فقط سبرافكا أكاديميا يعني أو سبرافكا أو أبوشينيا يعني ورقة فيها المواد التي درستها وعلى ناجح في تلك المواد يعني ترى المواد وعدد الساعات ويعني النقط يعني النقط التي حصلت عليها في تلك المواد عندما يرون أنك يعني نقطك يعني جيدة وكذا يعني تمر بدون أي امتحان قبول فهم موضوع الآخر والمهم هو النصب في هذا المجال يحدث نصب كبير في هذا المجال ومن العرب ومن ابن بلدك فهم تكون أنت مصري وينصب عليك مصري أو تكون مغربي وينصب عليك مغربي كيف يأتي ويقول لك تعال أضمن لك النجاح في امتحان قبول يعطيني مثلا 400 دولار أو 200 أو 500 دولار أو كذا لكي أضمن لك امتحان قبول يستغل أو يوهمك أن امتحان قبول صعب يوهمك أنك ممكن أن تسقط في امتحان قبول ويوهمك أنه هذه الكتبة التي سمعتها كثيرا يقول لك لدي علاقة وطيدة مع مدير تلك الجامعة أو كذا أعطيني مثل 500 دولار وسوف أعطيه 300 دولار وكذا لكي تنجح أنت أضمن فهم هذا الحيوان الحقير يعرف هو أصلا يعرف أنك ستنجح فهم يعني يعرف أنك ستنجح ويكتب عليك هذه الكتبة وللأسف يصدقها لكثيرون بسبب الخوف فهم يلعبون على وطر يعني على الخوف الطالب فهم عندما الطالب يرى يقول آه أمتحان قبول ربما قد أسقط وإذا سقط سوف أعود إلى بلدي فهم الطالب أصلا يكون متخوف من هذا الموضوع يعني يحسبوا أنه كبير وكذا وهؤلاء الحيوانات الحقير يعني الوسخ البشري يأتون وينصبون عليهم بهذه الطريقة يعني لهذا أي شخص قال لك تعال أضمن لك النجاح في امتحان القبول أو أعطيني المال وصوف أعطيه للمدير وكذا لكي يجعلك وتنجح بدون كذا وكذا يعني فهم يعني أشتمه أو أضربه أو شيء من هذا القبيل فهم لأنه فعلا حيوانات ليسوا بشر فقط في أثناء السنة التحضيرية ذاكر جيدا يعني لغة روسية درس لغة روسية جيدا راجع موادك وكذا وكذا فهم الموضوع سهل الموضوع بسيط لا تخاف أي شيء افعل ما يجب عليك فعله وكل شيء سيكون يعني ميسر أين ما هي الأماكن التي يكون فيها امتحان القبول يعني متوسط يعني ليس سهل وليس مضمون النجاح هي تلك الجامعات القبرى فهم كما قلنا وكما قلت في الكثير من الفيديوهات روسيا فيها أكثر من 700 جامعة فهم ومن هؤلاء 700 جامعة فيها حوالي 30 جامعة في روسيا جامعات قوية فهم منهم بعض جامعات موسكو بعض جامعات سان بيتر أحد جامعات كتيرنبورغ فهم جامعات قوية يكون عليها الطلب كتير فهم هي مثلا جامعة لديها مقايد محدودة مثلا جامعة تحتاج ألف طالب فقط فهم جامعة مثلا تحتاج ألف طالب فقط ويقدم لها 15 ألف أو عشرة آلاف لا يمكن تلك الجامعة أن تقبل كل هؤلاء الأشخاص لهذا مثل هؤلاء الجامعات هم هؤلاء هم طبط الجامعات التي تكون غالية الثمن والتي صراحة يعني العرب فيها تجدهم قليلون جدا أن أغلبية العرب الذين يتون هنا لا يستطيعون دفع كل تلك المصاريخ لا يستطيع مثلا يدرس طبي 8000 دولار أو 9000 دولار أو تخصص هندسي ب5000 دولار فهم؟ مثلا أن التخصص هندسي الذي أدرسه أنا بـ 1200 دولار هذا هو جهدي لا أستطيع أن ندب إلى جامعة ويعني أدرس ب5000 دولار لا أستطيع دفع هذا التمن هؤلاء الجامعات هم الذين يعملون امتحان قبول ليس صعب صعب ولكنه يعني متوسط يعني امتحان كما يجب أن يقوم امتحان لماذا؟ لكي لا ينجح الكل لكي ينجح أولئك الأشخاص المتفوقين الذين يستحقون فهم؟ يعني وحتى هؤلاء الجامعات عندما يأتي شخص يقول لك أعطيني وكذا وصوف وكذا لم تراهم مجددا فهم؟ يعني خصوصا الجامعات الكبرى يأتي شخص يقول في بعض الأحيان هؤلاء الحيوانات البشرية بدون استحياء يطلب منك مثلا ألف دولار يقول لك لكي أجعلك تنجح في امتحان قبول ولهو ليس بيده أي شيء مجرد أكاديب مجرد أسخاص ليس لديهم ضمير يستغلون الخوف يلعبون على وطر الخوف الذي يشعرون به الطلبة أثناء تلك الفترة فهم؟ ويستغلونهم وسيأخذ منك المال ولن تراه مجددا فقط داكر يعني يستعد للامتحان وليس فيها الامتحان يعني فقط ادرس جيدا أثناء فترة دراستك ولن يحصل لك أي مشكل إن شاء الله أنا كلنا درسنا يعني الحمد لله أدينا امتحان قبول وكثير من الأشخاص وأعرف أشخاص يدرسوا معنا في الجامعة يعني مستواهم ضعيف ورغم ذلك نجحوا بامتحان قبول بدون أي مشاكل فهم؟ هذا كل شيء أتمنى هذا الفيديو كان مفيد لكم وأراكم إن شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم